بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد عدد مكان وعدد ما سيكون وعدد الحرقات والسكون طبعاً النهاردة فيه موضوع مهم جداً وهو موضوع تقريباً يعني بيعاني منه معظم الأشخاص خصوصاً اللي هم بيعدوا سنة ستين سنة وخصوصاً الأطفال الصغيرين وخصوصاً الستات اللي هم الحوامل الموضوع اللي معنا النهاردة موضوع مرتبط شوية بالطبيعة واللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلوا فيها موضوعنا النهاردة مهم جداً ولازم تركزوا فيه شوية ولازم تعرفوا هو ماشي إزاي عشان بعد كده ما نعنيش تاني موضوعنا النهاردة اللي احنا هنتكلم فيه بصفة عامة هو موضوع العظام ويعني ايه العظام والعظام ايه اللي بيحصل فيها ايه مشاكل هشاشة العظام اللي احنا بديسمع عنها ومشاكل لين العظام ومشاكل اللي بتحصل في الأوطار والمشاكل اللي بتحصل عندنا في الأربطة والغضاريف كل المشاكل دي احنا النهاردة هنتكلم عليها كل المشاكل اللي في العظام وتخص العظام بالكامل احنا هنتكلم معنا فركزوا معنا وخلي بالكوا وعرفوا احنا بنتكلم في ايه وسجلوا ورانا اول حاجة فيه دراسات اتعملت لقوا ان فيه كل تلت ثواني بيحصل حالة شرخ في العظام وسببه هشاشة العظام ولقوا ان ما بين كل ثلاث ستات واحدة بتعاني من نفس المشكلة اللي هي شرخ في العظام وما بين كل راجل ما بين كل خمس رجالة راجل بيعاني من مشكلة هشهاشة العظام وشرخ في العظام وخصوصا الناس اللي هم بعد سن الستين سنة دايما نقولك ابني قتلة عظام قويسة في الشباب عشان في القبر تحميك وتبقى قويسة معك العظام يا جماعة او الجسم او الهيكل العظم كله عبارة عن ميتين وستة عظمة الميتين وستة عظمة دول فيهم انسجة الانسجة دي عبارة عن انسجة ضمة الانسجة الضمة ديت عبارة عن اوتار وعبارة عن اربطة عبارة عن غدروف كل حاجة من حاجات اللي احنا قلنا عليها دي ليها او بتعمل حاجات كبيرة جدا في الجسم وليكن احنا عندنا النهاردة سبب كبير جدا من اسباب او المشاكل اللي بتحصل عندنا ناس كتير جدا اول ما تجي تكلمها اقولك الكالسام في الجسم والمكملات الغذائية والكلام زي كان اولا يا جماعة كل المشاكل اللي هي بتعاني منها العظام بالكامل رقم واحد لازم تبص عليه هو فيتامين دي وفيتامين دي ده بيتأس بالواحدة بالنسبة للرجالة فيتامين دي ده عشان يبقى كويس عندك لازم يتروح مبيل 35 ل70 بالنسبة للستات مبيل 45 ل70 ده ده لو عاوزين تقسوه وفيتامين دي ده لما بيحصل فيه نقصة او مشكلة بيعمل مشاكل كبيرة جدا اولها بيعمل عند الاطفال قساح وبيعمل عند القبار هشاشة عظام ولين عظام ثانيا بيعمل مشاكل كبيرة جدا في تسقط الشع وفيدي النفس والاحساس بالنوم والوخم وبيعمل مشاكل كبيرة جدا في الجهاز الهضمي والجهاز العصري دي كل المشاكل ده بيحصل في حالة نقص فيتامين دي من الجسم ووظفة فيتامين دي ده يا جماعة في الجسم انه هو بيعزز انتصاص الكلسم في المعدة او في سرايان الدم يعني فيتامين دي ده لو هو مش موجود مع الكلسم الكلسم صعب انه هو يمتصو الجهاز الهضمي او يحصل عمليات المصاص للجهاز الهضمي طيب، احنا النهاردة عاوزين نعوض فيتامين دي ده يقون فين؟ فيتامين دي لما بيحصل فيه مشاكل بتبقى كل المشاكل متركزة أكتر في فصل الشتة لأن الشمس بتبقى يعني صعبة شوية غير الصيف فمواصم الحالات العظام اللي الناس بتعاني منها بتعاني منها في فصل الشتة أكتر ما بتعاني منها في فصل الصيف طبعاً احنا النهاردة الشمس دي عامل مهم ورئيسي جداً لازم النهاردة أن احنا نعتمد عليه اعتماد كل دي على فيتامين دي ولكن امت احيانا احنا بنحتاج الشمس في الفترة اللي هي في الصباح خصوصا لان الشمس فيها ما بتبقاش رأسية على طول ان هي ممكن تصيب الواحد بحمة او خلافه ولكن لازم نحن نعتمل على الشمس بشكل كبير لان الشمس بالنسبة للفيتامين دي ده المعوض الاول ليه ده رقم واحد رقم اتنين هنلاقي برضك فيتامين دي موجودة في البيض وفي اللبن وفي السمسم وهنلاقيه برضك موجود في الكلاوي وفي الكبدة وفي بعض الحاجات واكتر مصدر للفيتامين دي اللي هو موجود فيه السمك والامغة السري وخصوصا السلمون والتونة دول اكتر حاجات موجود فيهم الامغة السري او موجود فيهم الفيتامين دي طبعا الفيتامين دي يا جماعة اكتشفوه في الف تسعمية تقريبا تلاتة وعشرين ان هو اكتشفوه من الاسمك واكتشفوه اللي هو كمان موجود في كبد الحوت خصوصا ولذلك دايما بننصح الناس ان هم يتعاملوا بزيد كبد الحوت الناس اللي عندهم نقص في بيتامين دي طبعا معظم الناس او الدكاترة خاصة ممكن واحد يبقى عنده مشكلة في العظام بشكل عام مثلا اماكن متفرقة ما بين الكتف والمفصل او ما بين المفصل وبعضيها فبالتالي ممكن يروح لطبيب ايا كان والطبيب يقول له ده رومطايد او رومتازم او مشاكل خاصة بالعظام وهو في الاخر لازم نعرف ايه وضع فيتامين دي موجود عندنا بالنسبة كام لان فيتامين دي ده من اهم المصادر اللي لازم ان احنا نعتمد عليها الخاصة بالعظام ونقص فيتامين دي خاص بالعظام بيعمل مشاكل كبيرة جدا معنا في الخشونة وبيعمل مشاكل في قلم المفصل والغضاريف وبيعمل مشاكل كبيرة جدا في قلم العظام بشكل كبير زائد كمان ان نقص فيتامين دي بيأثر بشكل كامل خصوصا ان احنا مثلا النهاردة لو احنا في غياب تام عن بعض الأنشطة اللي احنا المفروض نستخدمها عشان خاطر نقوى بيها العظم طبعا ده بيأثر أكبر كمثال الرياضة الرياضة من أهم ما يكون ان احنا لازم نعوض بيها ولازم يكون بشكل مستمر الرياضة لأنها بتنشط الجسم باستمرار وبتعمل عملية تليل للمفاصل بشكل عام وفي نفس الوقت الناس اللي هم بيستخدم الجمات والكلام ده وات الستات اللي قاعدة في البيوت والرجال اللي في البيوت أهم حاجة الرياضة لو لدرجة ان انت تقوم الصبح تعمل أي حاجة سويدي ده ممتاز جدا 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 تاني حاجة برضك من المشاكل اللي هي بتسبب مشاكل في العظام مشاكل سوق التغذية وأخذ المكملات الخارجية اللي احنا النهاردة ممكن نوفرها معانا لو هي موجودة في البيت طبعا المكملات الجزائية ده يا جماعة مهمة جدا أي مشاكل في سوق التغذية بتأثر بشكل كامل على موضوع العظام بشكل كبير جدا كمثال احنا النهاردة لو استخدمنا مثلا البطاطا لو استخدمنا السبانك لو استخدمنا العتس لو استخدمنا مثلا الجرجير والخدروات والمغنسيوم بشكل كام كل الحاجات ده زائد السمسم والكلام ده كل ده مكملات جزائية فيها كل نبات ربنا سبحانه وتعالى خلقه يا جماعة فيه خلصم احنا بقى عاوزين نزود ده في الجسم وفي نفس الوقت نعززه عشان قاطر ان احنا العظام بتاعتنا تبقى موجودة بشكل كبير جدا او تبقى قوية بشكل كبير جدا وكسافة العظام عندنا تبقى موجودة بشكل كبير جدا وفي الاخر انا هقول لكم ازاي ان احنا نختبر العظام وازاي نعمل حاجة اسمها كسافة العظام او نعمل تحليل العظام ونعرف ان العظام ده يتسليمة او فيه خطر او فيه تنبؤ لها ان ممكن يحصلها شاشة عظام او خلافه الحاجة التالتة والمهم اللي احنا لازم ناخد بالنا منها قوي الوزن الزايد الوزن الزايد ده يا جماعة بيأثر بشكل كامل وكبير جدا على العظام وخصوصا المفاصل لان كل الضغط او كل الزيادة اللي في الوزن اللي بتبقى موجودة بتحمل تحميل كامل على المفاصل ودي مشكلة كبيرة جدا خصوصا ان العظم عندك اكبر عظمة موجودة اسمها عظمة الفاغز او عظمة الورك ودي اطول عظمة موجودة في جسمك والعظمة ده يتكل ما انت جسمك بيزيد كل ما التحميل عليها بيبقى اكتر خصوصا الناس اللي هما بيشتقوا من مشاكل عرق الناسة او القطنية او مشاكل اسفل الظهر اللي هي بتأثر على العظمة دي بالذات خصوصا في المشي او الانحناء او الجاري او خلافه كل المشاكل دي بتحصل بسبب زيادة الوزن المشكلة الاكبر اللي انا قلمت عليها قبل كده ورجعوني فيها في حلقة اضرار السكريات والحلويات مشكلة السكريات السكريات يا جماعة بشكل كامل بتأثر بطريقة كبيرة جدا عن المفاصل وبتعمل عملية التهابات بشكل كبير جدا زي انها بتزود نسبة التورمات اللي موجودة على المفصل او على الغضروف لفسه طبعا موضوع السكريات والحلويات انا اقصد هنا الحلوات اللي هي المصنعة اللي دخل فيها زيوت المهدرجة انا مقصدش هنا الحلويات اللي ربنا سبحانه وتعالى الدهنة زي التمور او اي حاجة او اي فاكهة ربنا سبحانه وتعالى الدهنة هنا المقصود بالحلويات والسكريات والكلام ده كله ان ده بيأثر بشكل كبير جدا على العظم وخصوصا الملح لان الملح مع وجود املاح او نقرص بيعمل حاجة اسمها بلورات ملحية على المفصل والبلورات الملحية دي بتعمل عملية احتكاك مبيل الغضروف وبعضيها وفي لفس الوقت برضك بيحصل مشاكل كبيرة جدا ده برضك من حاجات اللي هي بتسبب مشاكل كبيرة جدا في موضوع العظم المشاكل اكتر اللي بتسبب التحبات في الاوطار والاربطة والعضلات والكلام ده كله هي حاجة تانية ان انت النهاردة تاخد دش سخن والياكن وفي نفس الوقت تخرج مرة واحدة في البرد فانت هنا بتصيب الاوطار بالتهاب حاد فلازم في الوقت ده ان انت لما تيجي تاخد دش مياه سخنة او كلافه لازم تبقى انت قاعد في مكان مهيئ في نفس درجة الحرارة ما ينفعش ان انا اخد حاجة سخنة وفي نفس الوقت اخرج على حاجة سقعة مرة واحدة ده ما ينفعش خالص الحاجات ده كلها هي السبب في مشاكل العظم بشكل كامل واقع تنسى هنا ان الفيتامينات والمعادن دي لها دور مهم جدا في المشاكل اللي بتحصل او بتسبب عندنا مشاكل العظم انا النهاردة لما باجي يحصل عند اي مشكلة في الغدروف او خشونة في الرجبة او مشكلة في المفصل او اي حاجة اول حاجة بروح للدكتور اول حاجة الدكتور بيبتدي يدهالي ان هي المكملات الغذائية وانا اقولت لحضراتك قبل كده المكملات الغذائية موجودة في كل الوجبات اللي احنا من كنا نستخدمها ولكن كل الموضوع يعني مثلا الناس اللي هما بيستخدموا حامية غذائية او ضاية معين او كلام زي كده او بيعتمدوا على رجيم البروتين لوحده او الكربوهدرات لوحده او الدهول لوحدها كل حاجة بالحاجات دي الغلط ما ينفعش لازم تكون الوجبة الغذائية بتاعتنا كاملة فيها كل حاجة عشان خطر ما يحصلش عندنا نقص في حاجة معينة والنقص دوت بعد كده يسبب لنا مشاكل كبيرة جدا واولها مشاكل العظم تمام فاحنا النهاردة جايين معاكو نحل المشكلة دي مع بعض ونقول احنا المفروض نعمل ايه عشان خطر نخرج من الموضوع دوت بشكل كويس وربنا سبحانه وتعالى يجعل لينا الشفاف الحاجات الطبيعية اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة اول حاجة من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة حاجة اسمها عائلة الزنجبيل عائلة الزنجبيل دي يا جماعة اللي هو ده الزنجبيل ده ود فيه منه ثلاث أنواع فيه منه حاجة اسمها زنجبيل أبيض وزنجبيل أحمر وزنجبيل أخضر كل نوع من أنواع الزنجبيل ده ود بيستخدموه في حاجة معينة طبعا لو إحنا جيدا نتكلم على الزنجبيل كمميزات أو كفاوية طبعا فاوية الزنجبيل لا تعد ولا تحصل تمام؟ ولكن إحنا النهارده مثلا هنتكلم على الزنجبيل بشكل تاني هنتكلم عليه أنه هو اجتمعت فيه كل أدوية الألب ترقم واحد رقم اتنين أكتر حاجة مفيدة جدا عشان قطر التهابات المفاصل بالكامل زائد أنه هو مفيد جدا أنه بيقضي عن الألام الروماتزمية الموجودة في الجسم زائد أنه هو كمضاد ضحي ومضاد للأكسادة زائد أنه هو كمضاد ضحيوي وأنه هو مفيد جدا لتمييع الدم وأنه هو كمان مفيد جدا لألام المعدة وقرحة المعدة ومقفض للضغط وموسع للشعب الهوائية ومفيد جدا أنه هو بيوسع الأوعية الدموية ومعنى كلمة أنه هو بيوسع الأوعية الدموية في حال لو حصل أي تورمات أو أي مشكلة من الكلام دوت بيحصل عملية أي تورمات يا جماعة بتحصل في الجسم في الركب في الإيد في أي حاجة زي كده ده سببها أنه فيه شريان معين الشريان ده أنه هو قافل في الوقت ده لازم تاخد حاجات مميعة للدم وعائلة الزنجبيل كلها اللي هو الزنجبيل والقرقم والقصط الهندي والخلونجان والبصل برضك من الحاجات اللي هي مميعة للدم ومعنى كلمة أي حاجة مميعة للدم أن أنا ما ينفعش أخد قصادها أو معاها أي أدوية كيميكال برضك مميعة للدم لأن الحاجات دي لما أنا أخدها أكد الطبيعة من حاجات الكيميكال الاتنين مع بعض مميعة للدم هيبقى فيه خطورة جدا على حياتك ولكن خلينا نتكلم بشكل عام عن مشاكل المفاصل لكن كل عجبة من الأعشاب أو كل نبات ربنا سبحانه وتعالى خلقه ليه فواية كبيرة جدا لا تعد ولا تحصى وهي سيدلية ربانية كامل لكل الأمراض ولكن ليها أولويات في كل حاجة وليكن هنا الزنجبيل رقم واحد أنه هو مفيد جدا لالتحابات الأوطار ومفيد جدا لالتحابات المفاصل مفيد جدا للألام ورومتزمية بالكامل ومفيد جدا لتمييع الدم وتوسيع الأوعية الدموية ومفيد جدا لخفض القولسترون الضار اللي موجود في الجسم ومفيد جدا للقضاء على الدهون السلسية ومفيد جدا للتخسيس بشكل عام ومفيد جدا لو إحنا استخدمنا دهان على المنطقة اللي إحنا هنتكلم عليها أو المنطقة المصابة ومفيد جدا إن إحنا بنستخدمه على الجلد بشكل معين للقضاء على الدمامل والخراريج وخلافه ده بالنسبة للزنجبيل بالنسبة لنفس العائلة اللي إحنا هنتكلم عليها اسمها عائلة القرقم وعائلة القركم ده يا جماعة من الحاجات اللي هي من عائلة الزنجبيل برضك نفس الموضوع بس هنا بقى في القركم في ناس كتير جدا مش فاهمة القركم ده بيعمل ايه اولا انا اعرف ناس كتير جدا امهات بيقولولي ان احنا كل اكلنا بنعمله بالقركم انا عاوز اقولك على حاجة يا امي ان القركم هنا لما انت بتيجي تطبخيه في الاكل ملوش اي لازمة انت مستفدتش منه حاجة غير انك لو انت شكل الاكل اللي انت بتعمليه القركم ده مجرد ان هو تحط على الاكل وهو بالطبخ كده فقط كل المعادن اللي موجودة فيه والفيتامينات اللي موجودة فيه بالكامل ولكن انت المفروض بعد ما تيجي تطبخي الطبخة بتاعتك او تعملي الاكلة بتاعتك تبتدي ان انت تحط عليه قركم عشان يطر كده يبقى القركم علاجي ولكن لو احنا هناخد القركم ده بجرعة طبية هناخد القركم ده من جرام لتلاتة جرام للفرض الواحد في اليوم ما ينفعش يجي واحد يقول لي انا هاخد معلقة القركم احطها على قبات مياه كده كده ما ينفعش لازم القركم يبقى معيار معين وكل شخص من الاشخاص ليه كمية معينة من القركم ولكن برضك فيه ناس لازم نبعدهم عن القركم تماما زي الحوامل او المرضعات او الناس اللي هم بيعانوا من امراض مزمنة لازم استشارط الطبيب بالنسبة للقركم ده بالنسبة للقركم ولكن بقى لما نجي نتكلم عن فواد القركم القركم مضاد حيوي من الدرجة الاولى مضاد للأكسادة من الدرجة الاولى القركم مميع للدم ممتاز جدا للدم الجماعة اللي هم عندهم مشاكل في التصلبات الشريانية او بيعانوا من مشاكل الجلطات او بيعانوا من اي مشكلة خاصة بالدمة بالكامل عليك بالقركم لان القركم فيها مادة فعالة اسمها القركمين والقركمين دي من الحاجات اللي هي مضادات حيوية من الدرجة الاولى ومضاد للأكسادة ومضاد التهبات المفاصل والألام الروماتزمية والقركمين مفيد جدا بشكل عام على الجسم بالكامل خصوصا المشاكل الفيروسية زي فيروسي او بي وخصوصا كمان ان هو بيحافظ على الكبد من التلايفات الكبدية وبيحافظ على الجهاز الهضمي وبيحافظ على تقرح وبيعمل على علاج تقرحات المادة وفي نفس الوقت بيعالج الاثنى عشر القولون وفي نفس الوقت بيعالج سرطانات البرستات خصوصا او سرطان القولون برضك من الحاجات اللي هي القركم بيعالجها والقركم برضك هو صيدلية كاملة من عائلة الزنجبيل يبقى ده تاني واحد هتكلمني عليه النهاردة القركم وزي ما قلت لحضرتك القركم هو بناخد منه من جرام لتلاتة جرام الفرض الواحد كل فرض ليه كمية معينة لازم يمشي عليها ده بالنسبة للقركم الحاجات يا جماعة اللي انا بقول لكم عليها ديه لازم تخليوا منها كواس اوي لان دي الحاجات اللي فيها الشفة بإذن ربنا سبحانه وتعالى اي حد عنده مشكلة ان عنده التهاب مزمن في الاوطار او التهاب مزمن في المفاصل او عنده مشكلة في القطنية او خلافه لازم يركز معي في الكلام ده عشان ده العلاج بتاعك ده بإذن الله العلاج بتاعك بإذن الله هو الشافي طبعا تالت حاجة والمهم اللي احنا لازم النهاردة ما نفعش ان احنا نعدي الموضوع كده يعني نعديه كده غير لما نتكلم عليه وهو القصط الهندي القصط الهندي ده يا جماعة هو المنشأ بتاعه طبعا الهند فلذلك سميه القصط الهندي وفيه من القصط البحري ولذلك بقى القصط الهندي ده منه الفوايد الكثير والكثير القصط الهندي القصط الهندي اول فايدة ليه ان هو مضاد لكل الالتهابات اللي موجودة في الجسم بالكامل اي حد عنده اي منطقة في الجسم ملتهبة عليه بالقصط الهندي عندك مشكلة التهاب في اللوز عليك بالقصط الهندي عندك مشكلة في الحنجرة عليك بالقصط الهندي عندك مشكلة في السدر عليك بالقصة الهندي عندك مشكلة بلغم زايد عليك بالقصة الهندي عندك مشكلة في القلب عليك بالقصة الهندي عندك مشكلة في الكبد عليك بالقصة الهندي عندك مشكلة في الكلة لأنه مطهر للكلة عليك بالقصة الهندي عندك مشكلة في المسان عليك بالقصة الهندي عندك مشكلة في الخصوب عليك بالقصة الهندي عندك مشكلة في المبايد عليك بالقصة الهندي عندك مشكلة في الحيالات المنوية عليك بالقصة الهندي عندك مشكلة في الضعف الجنسي عليك بالقصة الهندي عندك مشكلة ان انت جهز من عندك ضعيف عليك بالقصة الهندي عاوز تنشط الدورة الدموية عليك بالقصة الهندي عاوز تقوّل كل حاجة في جسمك عليك بالقصة الهندي عاوز تقوّل عضلات عليك بالقصة الهندي عاوز تقوّل اوتار وتقوّل اربطة في جسمك عليك بالقصة الهندي عاوز تقوّل الغضريف وتخلي الغضروف مرن معاك عليك بالقصة الهندي القصة الهندي يا جماعة اتعامل فيه اكتر من اعجاز علمي القصة الهندي فيه احاديث كتير جدا ويقال ان رسوع السلام قال عليكم بالقصة الهندي والحجامة القصة الهندي يا جماعة شفاء من كل ده شفاء من كل ده الا السام القصة الهندي مفيد جدا لكل الالام الروماتزمية والروماتايد والام المفاصل والام الغضريف والركب وكل المشاكل اللي انتم ممكن متكيلينها عليكم بالقصة الهندي انت هبتخيلوا بقى ان احنا كده اتكلمنا عن ثلاث حاجات يخصوا العائلة الزنجابلية الجميلة دي الثلاث حاجات دول بقى لو احنا خدنا منهم بمعيار صغير مع بعض الثلاثة دول مع بعض وضفنا عليهم لبان الدكر يبقى احنا كده خدنا ايه بقى انت كده خدت حاجة مضادة للتهابات وخدت حاجة مضادة حيوي وخدت حاجة مقوة للأعصاب وخدت حاجة مقوة للعضلات وخدت حاجة مسكن ونضيف عليهم إيه بقى كمان المسكن والكرتزون الطبيعي لبان الضقر وإيه كمان بقى مع البان الضقر هنضيف حاجة اسمها ورق السفصاف ورق السفصاف ده يا جماعة عباره عن إسبرين طبيعي الإسبرين اللي أنت بتاخده في الصيدليه ده هو عباره عن ورق السفصاف هاخد معلقة من اللحاق بتاعه كده وحطه على شوات مياه ده مسكن طبيعي ممتاز جدا أو ممكن أعمل إيه اللبان الضقر ده زي ما قلت حراك ده الكورتزون بتاع المشاكل اللي هي خاصة بالألام الغضاريب الكامل أو المفاصل أو الحاجات دي اللبان الضقر ممتاز جدا 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 وروعة فوق ما تتخيله لو أنا خدت الحاجات دي مع البان الضقر أنا كده مش محتاج إن أنا أخذ أي أدوية تانية ده كده أنا ماشي في العلاج الطبيعي بتاعي مصبوط كده أنا بأخذ الكولاجين آه وعلى فكرة يا جماعة أنا عاوز أعرفكم يعني إيه كولاجين بدنا نتكلم عن الكولاجين الكولاجين ده حاجة عبارة عن أو بيشبه هي أنسجة بتشبه يعني كمثال الخرصانة أو الحديد المسلح لكن الكولاجين اللي موجود في الجسم هو أقوى من ده أقوى من ده لأنه تعمل عليه حاجة اسمها اختبارات قوة واختبارات شد ولا أنه هو أقوى بكتير جدا 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 من الحديد المسلح والكولاجين اللي في اللي موجود في الجسم هو اللي بيمسك كل حاجة في الجسم أو هو ده اللي هو العظام القوي أي حد عنده كولاجين قوي أحنا بنقس به بعد كده كسافة العظام ومن حاجات المهمة جدا جدا اللي احنا اتكلمنا عليها وبأحنا كده زودنا الكولاجين اللي موجود في الجسم وفي نفس الوقت الدين المضيد الحيوي والدين الكورتزون الطبيعي والدين المسكن الطبيعي لأي حد بيعاني من مشكلة أو خلافه تقص القشونة أو الغراريف أو كلام زي كده ولكن لسه فيه برضك بعض الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها وجاملة جدا زي مثلا حاجة اسمها التينة والزيتون طبعا انتوا يعني مفيش أكتر من القرآن وانا ربنا سبحانه وتعالى أقصى ما علي الزيتون الذي ذكره في القرآن لأقصى من سبع مرات والتين الكالسيم والماغنسيوم والحديد والبوتاسيوم كل الفيتامينات والمعادن متركزة في البرطمان الصغير ده التين والزيتون ده أقوى مضاد ضحاوي أقوى مضاد الأكسادة أقوى مقوى عام أقوى حاجة أقوى حاجة يا جماعة موجودة في الجسم بالكامل هو التينة والزيتون اختلف من اختلف معه ولكن هذا هو المكمل الغذائي مكمل أول ربنا سبحانه وتعالى قال عليه التينة والزيتون هو ده هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عليه ليه احنا منعملوش في البيت هنجيب إزازة زيت وبرطمان إزازة ده كده جميل ونحط عليه ربط التين ونحط عليه زيتة الزيتون وكل يوم الصبح على فكرة حاجة روعة حاجة روعة الروعة كل يوم الصبح هنضيف عليه او هنقضوا كده كل يوم الصبح حباية وبالليل حباية مفيش حاجة اسمها ان مفيش حاجة ملهاش علاج كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى ادهن وده الشفاء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه لان ربنا سبحانه وتعالى ما أكلأش ده غير لما أكلأ ليه ده بس احنا لازم ناخد بالاسباب ولازم نعمل ده ما ينفعش ان اقول ده وما اعملوش تمام دي برضك من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا لازم نتكلم عليها ومن ضمن الحاجات اللي احنا لازم نتكلم عليها النهاردة هو الحنضل الحنضل ده يا جماعة اتعامل على أبحاث وحاجات جميلة جدا الأبحاث اللي اتعاملت على الحنضل ده أبحاث كبيرة جدا أولها أنه هو بأمر الله سبحانه وتعالى بأمر من الله سبحانه وتعالى إنه هو فيه شفاء للأمراض الروماتزمية بالكامل والتهابات الروماطايد وأمراض نقرس بالكامل وفيه شفاء لكل ما يخص التهابات الروماتزمية أو المفاصل أو الخشونة أو أي مشكلة خاصة بكده حتى لو أنا كمان تحنته واستخدمته كدهان برضك من الحاجات الجميلة جداً اللي أنا ممكن أستخدم بيها الحنضل من الحاجات الممتازة جداً جداً أنا تحنته وحطيت عليه معلقة من زيت الزيتون واستخدمته حاجة جميلة جداً برضك من الحاجات الجميلة جداً أن أنا ممكن أستخدمها لألام الخشونة والمفاصل والغضاريف وأنا يمكن قلت الكلام ده مرة قبل كده في مجموعة زيوت يا جماعة هي عبارة عن زيت الزينجبيل وزيت الأرنفل وزيت القفور وزيت النعناع وزيت الحنضل من الحاجات الجميلة بنسمى تسوي على المنطقة اللي فيها ألام أنا بدهن بيها المنطقة اللي فيها مشكلة وإن شاء الله لما أنا أدهن بيها مرتين في اليوم يحصل عملية خشونة في المنطقة دي فيحصل عملية تنشيط للدورة الدموية ويرجع السائل مرة تانية عند مكانه ولكن هنا ما ننساش أن في حاجتين مهمين جداً 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 أو تلات حاجات لازم نستخدمهم لعلاج المشاكل الخاصة بالعظام بالكامل أول عامل هو الصيام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه لأن الصيام ده لوحده هو علاج شامل لكل حاجة الصيام ده هو اللي بيخلي ادن الجسم يبني أو بيحصل عملية هدم وبنقل الجسم بالكامل الصيام ده يا جماعة هو المحرقة أو المفرمة اللي المهملات بتاعتنا كلها بتتحط في اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه إن احنا بتخلص الجسم بتاعنا من كل السموم وبنعمل عملية فلترة كاملة وبننق الكبد وبننق القلب وبننق الشرايين مجرد إن انت تعمل عملية توسع كامل لكل أجزاء الجسم وتوسع للأواعات ده وتوسع للشرايين وبتعمل عملية فلترة للسموم وتعمل الكلام ده كله انت كده حفظت على الجسم بالكامل فلذلك هنا أي حد اعتمد على الصيام احنا في شهر رجل بكل صحيح أدرككم بخير لو احنا اعتمدنا بشكل كامل على الصيام تجرب كده معايا وصوم بس كده لمدة 7 تيام أو 10 تيام متصدين مع بعض صدقني مش هتعاني أبدا أول حاجة جسمك هينزل لو اتبعت برنامج كويس تالي حاجة هتعمل عملية توسع للأواعات ده مواعي بالكامل تالي حاجة هتنزل للضغط لو هو مرتفع رابع حاجة هتظبط الجسم لو فيه أي عندك حاجة زي تصلبات شرايينية أو خلافه لو بتعلم من أي مشاكل خاصة بالجلطات القلبية أو الدماغية في نفس الوقت برضاك هترتاح منها في نفس الوقت برضاك لو عندك أي مشاكل خاصة بالكابت بالكامل لو عندك أي مشاكل خاصة بالجهاز الهضم بالكامل الصيام هو العلاج الأول لكل ده الصيام وأنت صومه خيرا لكم الصيام يا جماعة الصيام الصيام رقم واحد لازم تعتمد عليه رقم اتنين لازم تعتمد عليه برضاك بشكل كامل افتكروا معاه في الحلقات اللي فاتت لما احنا جينا تكلمنا على الحجامة نقص الدم المنتظم في الجسم بيعمل عملية تنشيط للدورة الدموية نقص الدم المنتظم في الجسم بيعيد الكولاجين والجلاتين مرة تانية او بيعيد السائل الهلامي او السائل الزلال مرة تانية نقص الدم المنتظم في الجسم كويس جدا او بينشط الدم بشكل كامل وفي نفس الوقت برضاك بيعمل توسيح للشعب الهوائي وبيعمل توسيح لقعيات الدموية وبيفلطر السموم اللي موجودة في الكابت بالكامل وفي نفس الوقت بيقوج هذه المناعة الحجر التالتة اللي انا لازم اتكلم عليها ومهمة جدا برضا خاصة بالعظام ارس النحل انا سمعت حد قبل كده قال ان لازم مصل النحل وارس النحل ده مضر طبعا ده مش حقيقي فلذلك لاحظ كل النحلين او الناس دول كلهم اللي هما في المناحل او الناس القبار في السن هتلاقي جسمهم وليقاتهم زي الفل والطاقة عندهم حلوة اوي ارس النحل يا جماعة ده برضاك من الحاجات المفيدة جدا او مصل النحل او اغز حقا خاصة بمصل النحل ده برضاك من الحاجات المفيدة جدا خاصة بالعظام بالكامل وبترجع العظام كما كان وفي نفس الوقت بتحمل عظام من كل حاجة موجودة فيه ومسكن طبيعي ومضادة حياة وطبيعية ما عادة الناس ان هما بيعانوا من مشاكل الحساسية الخاصة بارس النحل برضاك من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم نتكلم عليها زيت الزيتون اللي واحده كفيل كدهان بحل مشاكل العظام بالكامل ومن حاجات المفيدة جدا جدا طيب يا جماعة لو انا النهاردة عند الاوطار ملتهبة او في اي مشكلة لازم ساعة ما يحصل عنده مشكلة في الاوطار احط ايدي او دراعي او كدفي احط عليه اي حاجة سخنة اربط مية سخنة او احط عليه فطة مية سخنة او اي حاجة زي كان وفي حالة ان انا عنده اي تورمات ايا كان لازم اجيب تلجة معينة واحطها في كيس برضك اللي هو بتاع التلج واحطها على نفس المنطقة اللي فيها التورم ولو فيه عندك تورم لازم تعمل عملية توسيع للأوعية الدموية اول حاجة لازم تستخدمها الشي اللي اقدر ويخلي التفاح من حاجات المنتزين جدا والحاجة كمان اللي انت لازم تستخدمها عشان خطر تشيل بيها التورمات دي لازم تحط ورق القرم بتلفه على رجلك برضك يا جماعة من الحاجات المفيدة والجميلة جدا جدا اللي احنا لازم نتكلم عليها ومفيدة جدا عشان خطر الجماعة اللي هما بيعانوا من الالتهابات وبيعانوا من مشاكل الغضاريب بشكل عام الرضة الرضة دي يا جماعة بتسحب الالتهابات اللي موجودة في الجسم بالكامل حضرتك هات كيلو رضة وحط كيلو الرضة دوت في حاجة سخنة زي ماكرويف او فورنا او اي حاجة زي كده وبعد كده حطه في حاجة صوف وليكن ونام عليه او اسن الظهرك عليه او حطه او لفه على دريعك الرضة دي من الحاجات اللي بتسحب الالتهابات اللي موجودة في الجسم وفي لفس الوقت بتخف في الالم اللي هو موجود خصوصا في الالم المشاكل خاصة بالقطنية او العمود الفقري بشكل عام ده بالنسبة للمشاكل الخاصة دي طيب في حاجات برضك احنا يعني ما نفعش ان احنا ننساها في الموضوع دا التوم دا جماعة التوم دا ايه علاقته بالعظام التوم دا اقوى مضادة هي ممكن تتخيله اقوى حاجة مضادة للأجسد التوم دا يا جماعة اكتشفوا النهاردة ان هو بيعالج الادزة التوم دا جماعة النهاردة بيعالج التوم دا جماعة النهاردة بيعالج كل المشاكل اللي انت ممكن تتكيلها بيعالج تقرحات الأمعي أي قرحة في المعدة بيعالجها بيعالج السعلبة في الراس بيعالج حب الشباب والدمامل بيعالج الصدفية ومشاكلها بيعالج الأجزيمة التوم ده يا جماعة شفاء كامل صيدلية كاملة مميع للدم التوم فيه كل حاجة جميلة ربنا سبحانه وتعالى قلنا عليها وأمرنا بيها فلذلك دايما اللي ياخد التوم بصفة مستمرة تلاقي صحاته كويسة ومعندوش أي مشاكل ولا تلاقي عنده مشاكل في البرد ولا في السعال ولا في ديئة نفس ولا مشاكل في البلغم ولا الكلام ده أبدا بالعكس تلاقي دايما صحاته كويسة وجميلة جدا تلاقي بقى أهم حاجة قصة بالعظام أنه هو مضاد للالتهابات بالكامل اللي موجودة في الجسم وفي نفس الوقت بيحافظ على المفاصل والغضريب بشكل كامل لأن التوم فيه مواد فعالة جميلة جدا زائد أنه هو فيه فيتامينات جميلة قوي أنه نحن ممكن نستخدمه هتا في التقسيس لوحده تخيلوا يا جماعة أن التوم ده ممكن نستخدمه في التقسيس لوحده التوم بس بدون أي حاجة تانية التوم شفاء لكل شيء ممكن تستخدمه أو ممكن يعني حسين أن عندك حسين أن عندك مشكلة مش لها حل استخدم فيها التوم لأن التوم مفيش حاجة لها ممنوعة سبحان الله وأنا شرحت ده قبل كده في حلقة القولون وقلت أنه هو فيه شفاء بيشفي يعني من ناحية وفي نفس الوقت من قد يضر لو أنا استخدمته في وقت معين من اليوم من قد يحصل عملية ضرر للجهاز ولكن التوم من الحاجات أو من مواد الفعالة اللي هي بتقضى على قدستلور الضار وبتنظم الضغط وبتنظم السكر وبتنظم المشاكل الخاصة بالسموم الخاصة بالكبد وبتنظم حركة الأمعاء في الجسم وبتمنع حرقان المعدة وبتمنع ارتجاع المريء التوم يا جماعة مفيد جدا للمسالك البولية مطهر للكلة من الدرجة الأولى مقوى جنسي من الدرجة الأولى مزيد أو مزود لحونات المنوعة من الدرجة الأولى التوم من الحاجات المفيدة والجميلة اللي احنا ممكن نستخدمها في حياتنا اليومية بشكل عام وديه جرعة معينة خاصة بالأطفال ممكن تستخدم منه فصة هم بالنسبة للقبار والحالات المرضية ممكن نستخدم منه تلك فصوص توم يوميا من الحاجات الروع اللي لا ممكن نستخدمها خصوصا أنه هو مضاد حيوي أقوى مضاد حيوي ممكن تستخدمه أو ممكن تلاقوه في الدنيا هو التوم طبعا لا خلاف على التوم أو البصل خصوصا كمان أن البصل برضك من العائلات نفس العائلة الصومية وفي نفس الوقت برضك من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي مميعة للدم وفي نفس الوقت قلنا عليه أنه هو مفيد جدا لنزلات البرد والبلغم والحاجات دي كلها والحاجات الجميلة جدا إلا يمون برضك من الحاجات الجميلة قوي لقوا إن فيه ما يعادل إن فيه أكتر من عشر تلاف أكتر من عشر تلاف مركب ممتاز جدا جدا بيقضع السرطان أفضل من الكامويات تخيل إن أنت عندك البصل والطوم في بلد زي مصر عمرك ما يجيلك أي مرض بإذن الله ولا أي فيروس أبدا مستحيل البصل والطوم دول طول مهم عندك انسى أي حاجة ممكن تحصل لك بس المهم إن احنا نرجع لله أو نرجع للطبيعة أو نرجع للحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه بص على الناس الكبيرة في السن أي حد صحته قويسة قوله إنت بتعمل إيه يقولك أنا بياخد الوجبة بالغذائية بتاعتي كاملة مش نقص أي حاجة جنب الخضروات فيها الشربة السخنة فيها اللحوم فيها الكلام ده قلني تمام وبرضك من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها ونقول عليها برضك من الحاجات الجميلة جدا نخلي التفاح يا جماعة من الحاجات اللي احنا ما ننسهاش في مشاكل العظام لأن لو فيه أي مشكلة تورمات عندك لازم استخدم كل التفاح لأن كل التفاح ده من حاجات اللي هي بتوسع الأوعية الدموية اللي موجودة في الجسم ومن حاجات الجميلة جدا خصوصا لو احنا ضفنا زيت الزيتون مع كل التفاح اللي تندون مع بعض من الحاجات الجميلة جدا والمفيدة اللي احنا ممكن نستخدمهم مع بعض برضك من الحاجات الجميلة اللي احنا ممكن نستخدمها واللي احنا ممكن نتكلم عليها بشكل عام وفيها كلسم كبير قوي فيها بروتينات وفيها بوتاسيوم وفيها كربوهضرات وفيها كل حاجة ممكن تتخيلها على فكرة الكيلو الواحد من العسل يعادل خمسة كيلو حليب تخيل تخيل ده مقدار علمي الكيلو الواحد من العسل فيه تقريبا خمسة كيلو حليب من الكلسم تخيل ان العسل ده زي ما انا قلت لحضراتكم عليه قبل كده ان هو فيه ان هو ان انا ممكن ان انا ممكن استخدمه بشكل يوم كجرعة يوميا كجرعة يومية وممكن ان انا استخدمه بشكل يومي على المية زي ما الرسوع السلام قلنا دواك في سلس اشياء شربة العسل وشرطة المحجم وقية بالنار وانا انهي امتي عن قية النار كل الحاجات ديها جميلة الحاجات الجميلة اللي احنا قلنا عليها دي الحاجات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها وقلنا عليها انا النهاردة عاوز صحياتي تبقى كويسة لازم اتبع الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى قل عليها لأن الحاجات اللي ربناها سبحانه وتعليق عليها دي كلها حاجات جميلة بتقوي وبتنشط وبتعود وبتهد وبتبني وبيحصل من خلالها كل الحاجات اللي نقصة أو العوامل الفيسيولوجية الخاصة على فاكرة من ضمن الحاجات جمان اللي بتأثر على الزام بشكل كامل أي مشكلة خاصة بالقولين تأثر على الزام أي مشكلة خاصة بأملاح النقر تأثر على الزام أي مشكلة خاصة بالغضب بالجرح بالحزن أي مشكلة خاصة بالقلق الحاجات أو المشاكل الخاصة بالطاقة دي كلها تأثر على العظام انت ممكن دلوقتي قاعد مرة واحدة تقول ظهر وجعني أو رجلة وجعتني أو كلافه وما اطلعش أصلا مشكلة خاصة بده بس ده يبقى عارض لمرض تاني أو لحاجة تانية كل المشاكل دي بتأثر على العظام كتير جدا بنسمع عنهم عندهم القولون واللاقي ان سبب القولون أو سبب مشاكل الظهر عنده هو العظام فالعظام يا جماعة لازم أولا اتبع دي نظام جزائي معين النظام ده هو تيكون شامل كامل متكامل ولا تنسى ان السبب المدمر لهشهشة العظام هو الكاكاكولا أوعى تنسى الاسم ده أبدا ده مدمر لهشهشة العظام مدمر للعظام للأطفال والقبار مدمر أوعى تنسى لان ده النهاردة اتعمل على أبحاث وتعامل على دراصات كبيرة جدا ومش تنسى من الممنوعات اللي انت لابد ان انت تبنحها بشكل نهاي لو انت عاوز تحافظ على صحتك وعاوز تحافظ على العظم بتاعك انسك كاكولا ده خالص انسك خالص ايا كان الوضع اي حاجة فيها صودة يا جماعة بالشكل دوت او فيها كل المواد الفعالة اللي هي موجودة في كاكولا ديت لازم نمنحها تماما ولذلك الحرب كبيرة جدا علينا ان احنا بنطلع ونقول لازم نمنح ده ولازم نمنح ده بس دي الحقيقة دي الحقيقة يا جماعة لازم تفهموا ده كويس وانا اتكلمت رجعوا اضرار الحلوات السكريات وانت هتعرفه احنا تكلمنا عالكولا وشرحنا الموضوع ده بشكل كامل وانا ده بيأثر عليه اول حاجة بيأثر عليها هو العظام بشكل كامل طيب معنا الحاج رفعت بيومي امين حزب المؤتمر ونائب مجلس الشعب والشورى سابقا اتفضل اهلا وسهلا حاج رفعت اهلا وسهلا اهلا بحضرتك ازاي حضرتك منور الدنيا الله يخليك يا باشا اهلا وسهلا بحضرتك اهلا باشا اهلا باشا اهلا باشا اهلا وسهلا بحضرتك الله يخليك حاجة رفعتا اول مرة قعدت معاك قلتلي احنا بنحب تلت حاجات ولا يمكن انسى الكلام ده ابدا قلتلي ان اكتر حاجة انا بحبها يا ربنا والبلد والرئيس بصي 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 بطو اهلا بيه وط التلفزيون ممكن بس عشان نسمعك حاضر وط التلفزيون ممكن بس عشان نسمعك حاضر حاضر اهلا باش حطيته حاجة رفعت ايه الدور اللي انتو بتعملوه عندكم في حزب المؤتمر في محافظة شرقية وبتوعق الناس ان انتو يخلوا بالهم من صحتهم وان هما يقدروا يوصلوا لتصحة كويسة ويبقوا بعيد عن كل المشاكل الخاصة بالامراض الفيروسية او البكتيريا اللي موجودة يا عمارة فات بما اني ان انا عارف بقى ان انت راجل وطني وشعبي وكده فانت بتتعامل مع الناس كلها في كل حالة ايه يا بيه انا مشكر حضرتك كثيرا كثيرا على الحقيقة القنابة بتاعة الصحة والجمال دي قنابة لجهة الاعملية صدقني الصحة دي اهم حاجة في الكون اهم حاجة في الدنيا والاديان كلها كل الاديان كانت بتقول اهم حاجة الصحة وخصوصا الدين الاسلامي الصحة دي مهمة جدا واي شعب صحته حلوة بيكون شعب قوي والعقل السليم في الجسم السليم الله يفتح ايه طبعا طبعا الله يفتح العقل السليم في الجسم السليم ولذلك يعني انا شايف ان الرئيس عبدالتاح السيسي مهتم جدا بالصحة لان الصحة دي هي العمود الفقري للشعب هي العمود الفقري للدولة كل ما كنا صحبتة حلوة كل ما كان عقلنا حلو كل ما كان تفكرنا كويس ولذلك احنا في حزب المؤتمر على مستوى الجمهورية برئاسة ربان عمر المختار وفي الشرقية خصوصا بنهتم بالصحة اهتمام بالد وكبير فبنعمل ندوات في الصحة بنجيب اسبزة من كلية الطب ومن مستشفى الاحرار وبنعمل ندوات في كل حاجة وعملنا ندوة عن فيروس كورونا اللي بيهدد العالم وازاي ان احنا نتجنبه ونعمل ايه كمال بنعمل قفلات طبية تجوب القرى بنجيب معنا دا كترة في جميع التخصصات بنروح القرية ونكون طبعا منبين عليهم وانا انا هنكون في اليوم ده والناس يتيجي وتكشف سواء في البطلة سواء في النظر سواء الصدر في كل نواحي المصحة فاحنا مهتمين جدا بالصحة ومهتمين جدا كمان في الطب البديل دي حاجة جميلة جدا اللي موجودة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال حاجات كتير جدا عشان نكون الصحة مثلا بيقولي جوء وتصحه مش كده سواء متصحه منضل الحاجات ايو ورحمة الحضر صحيح فيعني الحمد لله الحزب بفضل ربنا مهتم بالنواحة الصحية كتير جدا بنعمل ندوات في القرى وفي المدينة وبنعمل قرارات طبية وكمان احنا عاملين حاجة لسا عاملينها جديد احنا بندي الادوية لأعضاء الحزب بخص 20% للمحلي و10% للمستوى طب دي حاجة كويسة جدا يعني ان احنا يعني بنعلن عليها بقى النهاردة من البرنامج بتاعنا ان انتوا كحزب مشاء الله يعني بتعملوا تقفضات على الادوية والكلام زي كده ده حاجة كويسة جدا يعني ده كويس جدا مشاء الله الحمد لله الحمد لله والله واني بشكر القناة والناس اللي فيها لان والله انتوا بتتكلموا بحاجة مؤمة جدا لشعب مصر الحمد لله احنا بنشكر حضرتك جدا يا حج رفعة وانت من الناس الطيبين المحترمين المعروفين الشعبيين اللي بتتعامل مع الناس كلها في كل مكان الناس اللي هم بيحافظوا او بيحاول ان هم يحافظوا على الصحة العامة بشكل عام احنا بنشكر حضرتك كتير على المدخلة الجميلة بتاعت حضرتك ديت وان شاء الله يعني ربنا يجعله في نزال حسناتك ويا رب كل الاحزاب وكل الناس اللي في الشارع يفتكروا معنا دايما وان هم دايما يراعوا نفسهم ويراعوا ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة بيعملوها لان الجسم دوت ربنا سبحانه وتعالى هيجي في يوم يعني يوم الايام هيسألك عليه او هيسألك انت ازاي اعملت في ايه او او انت ايه ايه الاسباب اللي انت بواست فيها صحتك فلذلك احنا اتكلمنا في موضوع العظام وقلنا من يعني من اسباب المشاكل الخاصة بالعظام التدخين يا جماعة مشكلة سودة من مشاكل الخاصة بالعظام وبتدمر العظام بشكل عام زي دين هي بتدمر الكلا والقلب وبتدمر الكبد بشكل عام التدخين فيه اكتر من المتين مركب سرطانية بيدمروا او بيصيبوا الرأى بالسرطانات وبيصيبوا الصدر بالسرطانات ربنا سبحانه وتعالى يافع عنكم جميعا وقحليات لازم الناس اللي هم مدمونين تشاربوا قحليات او كلافو الحاجات دي كلها مدمرة بشكل عام ولذلك نرجع تاني ونقول برضك بعض الحاجات اللي مفيدة جدا معنا وبتعزز عندنا عملية الكلسم او بتزود نسبة الكلسم اللي موجود ومن اهمها يا جماعة السمسم السمسم ده يا جماعة من الحاجات الجميلة جدا اللي انا لازم استخدمها ولازم امشي عليها بشكل عام وليكن معلقة سمسم واحدة يوميا بتديك مقدار 7 كبات لبن في اليوم معلقة سمسم واحدة يا جماعة في اليوم من حاجات الجميلة جدا 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 اللي فيها نسبة كلسم عليها قوي تخلاف البيض والكلام ده كله او الالبان او الزبادي او الكلام ده برضك من الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش عليها حب الرشاد وبذر الكتان لما اجي اتكلم على الكتان لما نيجي ندور على الفراعنة زمان ازاي كانوا بيعمل الموميات بتاعتهم وازاي كانوا بيحنطوهم وازاي وازاي لما نيجي نشوف النهاردة المقابر الفرعونية وهي بتتفتح وبنيجي نشوف المومية اول حاجة بنشوفها بنلاقيها ان هي متحنطة بالكتان بشكل عام فده طبعا من الحاجات اللي هي لازم تاخدوا بلقوا منها لان الكتان في الاما جسري ومن الزيوت اللي هي جميلة جدا ان انا ممكن استخدامها بس فيه هنا ناس فهم الموضوع ده غلط بص يا جماعة انا فيه اعشاب كتيرة جدا لها بضل الاستخدام عشر تلاف الف استخدام فانا مش هعاوز اكترهيك نفسك في استخدام حاجة معينة وليكن بذر الكتان ديفه على المقبزات ديفه على الفطايا ديفه على البتزة ديفه على الصلطة ديفه على الرز ديفه على اللحمة ديفه على اي حاجة انت عاوز تضيفه عليها بزر الكتان المواد الفعالة اللي فيه جميلة جدا وهتفضل موجودة معك مش شرط ان انا عشان خطر عندي مشكلة في العظام ان انا اخذ بزر الكتان على قبات مية لا على فكرة بزر الكتان كله الياف طبيعية تجي نتكلم شوعة عن بزر الكتان ونقول لكم بس الاول ناخد افتصال معالي اللي هو عالي فايد اهلاً وسهلا بحضرتك مسهل خير يا دكتور اهلاً وسهلا مسهل حضرتك اهلاً وسهلا معالي اللي هو والله. الله يخديك. اهلا وسلم بحضراتك. ايه رأي حضراتك في البردامج بتاعنا? لا الله ينقر عليك. الله ينقر عليك. ربنا از حضراتك يا رب امعلا والمدخلة بتاعتك دي يعني حاجة جميلة جدا جدينا يعني. الله يخليك يا رب ربنا يبارك في حضراتك يا رب. كاللي يا سؤال يا دور. اتفضل. اه اخويا عنده اه بيعمل غسيل اه كلاو. ايه. هل في امل ان ننقلل طبعا بيتها لي مفيش امل ان احنا ننهي الغسيل خالص. هل احنا في امل احنا نقلل مرات الغسيل? اه طبعا ده حقيقة ولكن احنا عشان خاطر نحافظ على ده كويس او 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 نمشي عليه كويس. اول حاجة كل حاجة انا هقول هالك لازم تتابع مع الدكتور المتخصص بنفس الحاجات اللي انا هقولك عليها. انا هقولك على حاجات. هو هيقولك على حاجات تانية. لو احنا اتفقنا احنا الاتنين مع بعض. يبقى احنا كده العمل مشترك يبقى ان شاء الله هنجب مع بعض نتيجة كويسة جدا. ما ليه اكن مثلا من الحاجات اللي انا اتكلمت عليها في نفس الحلقة ادية ومفيدة جدا للكلة هو القصط الهندي. القصط الهندي ده من الحاجات الممتازة جدا 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 للكلة بشكل عام. وفي نفس الوقت بيعمل عملية تجديد او ممكن نقول عليه ان هو بيعمل عملية كلة صناعية جديدة. زائد كمان ان هو كمطاخر للكلة ومطاخر للمسانة ومن الحاجات الممتازة. زائد برضك البصل على عسل النحن من الحاجات الممتازة جدا. هاخد بصلاية ابشرها وهعصرها وهطلع العصير بتاعها واخط صودها معلقة عسل النحن واخلطهم الاتنين على بعض من الحاجات الممتازة جدا. برضك من الحاجات المفيدة جدا للكلة بشكل عام وبتاعمل عملية تجديد للكلة بشكل عام القندر او اللي بانتدقر مع السامغ العربي. برضك اللي بانتدقر مع السامغ العربي الحاجتين دول حاجة روعة روعة بالنسبة للكلة وبتفيد الكلة بشكل عام وبتاعملية تجديدها بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت بتقلل ان شاء الله من عمليات الغسيل بشكل كامل ومن الحاجات المهمة واللي احنا لازم نحافظ عليها واهم حاجة في موضوع الكلة ده عمي الغالي لازم ان احنا نتبع نظام جزائي معين ان هو يعني يفيد معانا في موضوع الكلة وبردك ان شاء الله هكمل معاك بردك في موضوع الكلة ده مرة تانية ان شاء الله طيب يا جماعة انا متشكر جدا لحضراتكم تابعونا وطبعوا حلقاتنا حلقاتنا كلها موجودة على يتيوب والفيسبوك اي حد عاوز اي حاجة بشكل عام لازم يدخل يبص عليها واخر كلمة عاوز اقول لقو عليها كل واحد لازم يرجع لربنا سبحانه وتعالى لان الرجوع اللي ربنا سبحانه وتعالى هو ده اليقين بالله سبحانه وتعالى ان انت تعرف ان قباية المياه ده هي اللي فيه الشفاء ان شوية الحاجات اللي انت بتاخدها ده هي اللي فيه الشفاء مش عاوز انسى اي حاجة انا ربنا سبحانه وتعالى الا عليها لأن لو أنا اتبعت القواعد اللي ربنا سبحانه وتعالى أقل عليها إن شاء الله ما فيش أي مرض في الدنيا لأن وإذا مرت فهو يشفي صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته